مرحبا مرحبا انا دون احبابوا اديا افسي احبابوا كيف ستعلم بلن فولندا انا في المانيا في العنوان الآن اريد الروح الاصنطة 5 طريق الاصنطة ايضا امسا مين احبابوا من رأي الاصنطة هناك موانا لدي الاصنطة او الاصنطة ترام او الاصنطة لن اخد مفاوضة يا اما انا اخذ العجل ده بس العجل ده لو اننا ركبته اقل من 20 ديئة هيكون فري وهكون كده بخم انا مش عايز اخم عشان كلا هزا ما اصرف العشرة يورو اللي في التحدي فانا اخذ ترام من هنا هركبه عشر دايق واروح للسنتر لما اروح للسنتر هنشوف نعمل اهناك ايلا انا وصلت محطة القطر تمام هبص كده على التكيتات طيب انا في المحطة دلوقتي وبعد كده هبص على التكيتات واشوف كده ايه ممكن اعمل ايه دي بقى شكله اعمل كده مكن عادية جدا طيب انا كنت بفكر اروح بالسوت مدينة كده جنبينة على طول محطة واحدة من هنا يعني او او طيب انا لو اروح بالسوت اضطر ادفع ب 2.5 يورو رايح و 2.5 يورو راجع طيب انا كررت احوار القطر ده عشان لو اخذت القطر التكيت غالية ب 2.5 يورو رايح و 2.5 يورو راجع فده غالي جدا حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه فانا عندي ميسة لازم استغلها انا ساكن في سيدي سنتر بالزبط في المدينة انا ساكن فيها اسمه تنجن فانا حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه حيطا ايه طيب انا اكتشفت ان انا صرفت من قبل ما اغير الفلوس فانا احنا لازم نشوف انا هنا العملة مش يورو فلازم نشوف مع بعده واصلا سارو كام فزي ما بين اليوروب 4.37 فانا دلوقتي هنا العملة اسمها زوتي والزوتي بيساوي 4.37 فال10 يورو اللي تشيدوا بيتحداني بيها دي هتعمل معنا 45.70 جراش انا جبت تيكيتين واحدة راية واحدة راجعة كل واحدة عشرين دقيقة عشان الترام فكده الواحدة بثلاثة بوينت اربعين يعني اتنين بستة تمانين من الثلاثة واربعين بوينت سيفن يعني بيتكلم تقريبا ستة وتلاتين ستة وتلاتين بوينت ناين بس تعالى نكمل بقى اليوم ونشوف فهنصرف ايه المكانة اللي بنشتري منها التيكيتز عشان انا اصلا عمتاب الابليكيشن ومشتريتش بقى سعر التيكت الي عشرين دي اهي ايش ادلت اتنين زي ما كنا لو رايح جاي ستة تمانين بس انا اقوله شكرا عشان اشتريتها بالابليكيشن خلينا نروح ناكل انا اجعان يا مالله اجعان وعاز اكله لحدي كده كده لازم اكسبه اكسبك يا دون مش اسيبك كبرت في دماغي وااكل دونر برضو ومع ان كل حياة كده كده هتبقى اغلى يعني مثلا هو اظن يعني اخره في الدونر في بلانتا انا اعرفش ثلاثة يورو فانا بفكر ادخل السوبر ماركت هجيب كولا ثمام وبعد كده بقى ايه اروح لردو بتاع الدونر بقى اقول له ايه اعيز واحد دونر لما اعمل الحركة دي هوفر ليورو اسمه اديكا ماركت لازم طبعا نعبس الكمامة دي بما ان في كورونا فخلينا ندخل نشوف شوكولاتات كتيرة هنا اوي والشوكولاتات الصراحة نقطة ضعفة والصاملة ازاي انت الازينة بيورو تمانين عليها عرض واحدة عشرين في المية ملكة عليها عرض برضا ستة وستين سنت لازم اكسب يا رجالة واحدة كوكاكولا بيورو انا ملكة اوارو 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 ستة وستين سنت سنت انت نعم دانك اشتريت الكولا تمام دفقنا دلوا تي معايا تمانية يورو ستة وسبين سن اليه بقى عشان البلاستيك ليه حققها خمسة وعشرين سنت لابمرقعة باخد خمسة وعشرين سنت سنت سترخي و لحقها تسعة تسين سنة نعم بقى نروح نروح طيب انا وصلت المحل اللي هاكل فيه كيف هكتشميك؟ هلو بسكول؟ جيد جيد مرحبا 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 و هنا الدونر بخمسة فنأكل في بقى دونر هقول بشكل عمي كده همره لكم احنا وعم قد من أجمع بقى و أماني أماني تتعلم في الجميع و مع دلالتنا نشأن ونرحبا لماذا تزيزون 10 أهرم اوح سرح خذ ما يحدث ببعنه ببعنه طهين اصلا تعالى من هذا الناس وحسن رسل وشاهد مقبس وعندما فشانه تعمل دونر دعا مثلا يقشط لعمل كباب نعم 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 الرجل رجع لي خمسة يورو تاني قال لي عشان تبتعمل فيديو فانا رجع لك الخمسة يورو دي ايه الدون مستحيل يكسب حظي تلع التنين المغنى كده يبقى انا صرافت يورو حمسة وعشرين سنت بس نكمل التحدي خليني اعديكم فكرة عن بولندا بولندا في الاتحاد الأوروبي من 2004 وفي الشنج من 2007 العملة هنا اسمعها زودتي بس انا بدا نلاحقها يا زيز لزي ما شفتنا الصرافة النهارده بسبب طبعا القرونة وكده العملة نزلت شوية فبعده كانت العادي توقع اربعة بوينت اثنين دلوقتي بقت اربعة بوينت سبعة وثلاثين زي ما شوفنا النهارده فا احنا معنا عشرة يورو اللي هي بتساوي تلاتة واربعين وسبعين جروش اللي هو قرش فا يلا نكمل لابعنا دلوقتي هتمشى في اتجاه السنتر اكتر وممكن ادخل ماك وممكن ادخل ماك وممكن اشوف سابوي واشوف هاكون ايه بس انا مش جعانا اوه بس انا مش جعانا اوه وحكا تشرب عشلا ممكن تلابس المسك بيخلي ريئي ينشف فا تعالوا نشوف هتخل ماك دي على ايوه هتخل ماك والله يتن دور ميلز اوه مش عارب رومو دي معظم بيكون فيها بيكون وكده اخده اللي عادي حتى مش عارف حالي طب انا هكانسل يا فرحي تشيدو فيي وانا فيين هلا بس انا اخد حكاك صغيرو خلاص اخد مثلا واحد اخد مثلا واحد سبايسي تشيكن كده كان كده حدوش حل يا دو اخده 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 طيب انا دلواتي زي ما وردت كل انا طلبتو انا مستنى الاكل دلواتي ييجي فكويس ما طلبتش حاجة غالية تقريبا انا دلواتي يبقى باعي مع 10.9 ممكن كفاية ان انا ممكن حتى اقدر اجيل بيزرت لسه التحدي انا دلواتي اكيد اكيد انا متأكد ان انا بحد دلواتي اقدر اعمل حاجات اكتر من شيدة فاما نشوف ماش اقدر استنى نعرف الاكل جاهه بس طلعه من غير فرائز احاكله واعشان مش افرقه انا باكل اعنا كده مش افرق زي مصرح كده ورا بتاع دي قفلة يوم 29 مارس ده قديم قوي الكلام ده شكلها قفلة من ساعة الكورونا ما عملوش حاجة جديدة نفيش ولا اعلان واحد واخر اعلان 14 مارس فا للاسف شكل التياتر دي اصلا ما بتشتغلش المصرح ده شكله ما بيشتغلش والرياضة كده بتخفف الاسترس كده بتخليه مبسوط فبما اني مش هعمل كان نهارده قبل عشان بصور الفيديو ده فانا هروح هتماشى كده على النهر شوية هنعمل حاجة بلاش بس قبل ما اروح هتماشى على النهر هدخل بقى المحل اللي وراي ده اسمه بنوكيو خدت الايس كريم ده معلم بقى الايس ده ده ب 2 يورو 20 سنت يعني لو انا ما تعزمتش على الدونر نهارده قبل 20 يورو 45 سنت تقريبا انا عايز اعمل اكتيفتي فهندخل المول انا هروح هدخله هناك ونشوف ايه ممكن نعمل انا بفكر روح هشوف السينما السينما كان بقى كتير افلا بسبب الكورونا هشوف اذا كانت مفتوحة دلوقتي وفي افلام ايه يلا تعالوا معين طيب للاسف قفلين السينما وطبعا على ما تفتح هيكون فيلم اللسه والكلاب تشال فهكيد يعني لازم اشوف اكتيفتي تاني مختلفة اطلق بقى ليه اكتر من ن aura ساعة اعمل بدور على الباب بقى مال بلف وكلي هت��면 انا ا contarقل من الباب ليس الباب الرئيسي هو اللي بيطلع على فوق هو ده الباب طيب انا دلوقتي في الأسانسير طالع فوق جبت التيكت بخمستاشر بس انا جابها بخصب انا دلوقتي تطلع على الدور التلاتين مش عارف هو الدور الصح ولا ده الاستاد ده الاستاد اللي هناك ده ده اللي تلعب في اليورو بتاعه ع 2012 النهره ده النهر اسمه فيسوا ده نهر بتاعه غلصو انا مش مصدق ان انا سبع سنين هنا دلوقتي انا في 2020 وانا هنا في 2013 وامر مكلات فوق كده ده ماما هتزعل قلب هتقول لي ازده ما خدتنيش فوق موسيقى 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 المترجم للتركيز لم أعرف شديد لكي فاكريني ميسلي هنوط المسلا فتفكر لكي لال التنور بالقناة منك اليوم مهلا نزلت في مbourg لأنني أحجب الناس وacionا فش عارف سأذهب حجرة حتى نتعي كبير الماركت السيجول اي حاجة كده اشتريش للسجاير ولا حاجة مش عارف انا معين فروس كتير بقى مش عارف حامل ايه والله نفس اشوف شيدو بيعمل ايه دي بالوقتي ماشي هنا تقريبا كل يوم مش عارف لي بقى اول اما باجي هنا بحس بانربيس غير طبيعي والله بتدع سامين كده دون عندكو في براندا اكيد اه بس يعني او بحاول اتحداك طيب انا حابي اقولك احنا فين بالزبط مدينة اسمها بالسود في البلاك فورست اكبر غابة في اوروبا اسمها بلاك فورست الغابة السودا عشان هي فيها شجر كتير جدا شاكيني الشجر اللي وراي ده كتير جدا فمن فوق خالص لما احد يبص عليها بيشوف كل حاجة سودا مع انها خضرة اصلا بما اني معي فلوس هدخل السوبر ماركت بقى ايه واشوف اعرف اجيل ايه بستة يورو دي بص الحركة دي بص الحركة دي دي امان خامسه وعشرين سنت المرغة الكاشير انا لدينا 25 سنت انت فاكريني اللي افزديه القباية دي ولا ايه بتاع تعصير القصب اللي في مصر فاكرينة ايه السوبر ماركت دلوقتي ووراها الشوكولاتة دي تمانينة ريتر سبورت ايها شوكولاتات كتير اوه هشتريها شوها طيب انا خلاص التحدي ومعي كيس مليان شوكولاتة كتير صار ومعي اتنين يورو خمسة وتسعين سنت واظني ادون ان انت اخسرت قوعة بقى تقولي ان انت اكسبت والكلام ده انت اخسرت انا عارف ان لسه ما شفتش الدون اعمل ايه هشوف ويا ربي اسطر اجيب ايس كريم بس اسعار هنا ممكن اجيب المجنم فين او كونو تمام ده هجيب ده سعره خمسة انا هجيب ده هجيب ايس كريم كده يبقى معنا خمسة تمام احضرت انا الفلوس مش رادة تخلص فجيت اشتريت تيكت اول تركها بالمترو اروح عند النهر وكده انا التيكت اللي اشتريتها الاول اخليها معي عشان ابروح بيها والنهر برضو مش بعيد فان اروح عند النهر تمشي شوية حبل واحد سحب هناك عشان اتخلص من اخر خمسة زوتي اخذ خمسة زيز اللي مش عايزين متحركوا باقي معاين اتنين ورص فاللي معا فلوس تحياره يجيب حواما وطياره حواما تبقى اللي باتنين ورص ده كده اكون خلصت بزير بتعشيده ده يارب اكون اعملت حاجات اكتر منه ياريت اعملون احنا على اتنين لايك وسبسكرايب وتشوفوا اللينك الفيديو بتاعه ياريت ما يتحدنش تاني في اكتر من خمسة يورو عشان انا جبت حاجات وكلت حاجات ياريت اعملت حاجات وكلت حاجات حالوا